اكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما وصلت اليه قوة دفاع البحرين من جاهزية عالية ومستويات احترافية في ظل الاهتمام الذي يوليه اياها حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله التي هي محل فخر واعتزاز للوطن مشهيرا سموه الى اهمية مواصلة تطوير وتحديث كافة قطاعات قوة الدفاع وتزويدها باحدث المنظومات العسكرية الدفاعية وفقا الاستراتيجيات والبرامج والخطط بما يدعم تعزيز الامن والاستقرار في المملكة كما نوه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بما قدمه منتسب قوة الدفاع من تضحيات في الذود عن سيادة الوطن والاسهام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة مشهيدا سموه بالدور الوطني المخلص الذي يقوم به منتسب قوة دفاع البحرين من اجل حماية الوطن ومنجزاته ونصرة الحق والعدل جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين فلدى وصول سموه كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن يوسف بن احمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار الضباط وقد استمع سموه الى اجاز حول تقييم الاستراتيجيات والبرامج والخطط المستقبلية لمواصلة الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية كامت من ينسموه لمنتسب قوة الدفاع التوفيق والسداد